كتير مننا سمع عن الخطايا السبعة المميتة وإن الافتخار واحدة من الخطايا السبعة المميتة دي اللي صعب تحددها أنا عارف إن القواميس والكتب مليانة بتعريفات عن الافتخار لكن في الحقيقة الافتخار بيتفهم أكتر بأعراضه عن التعريف فإيه هي أعراض الافتخار؟ يعني سمعوني كويس هقرلكوا تسعة منهم تسعة أعراض للافتخار رقم واحد السرقة من مجد الله والتفاخر بالمواهب اللي الله ادعى لنا رقم اثنين الأنانية رقم ثلاثة روح تصميم رقم واحدة الإحساس بالتشامخ رقم خمسة تحكم رقم ستة روح حكم ونقد للناس رقم سابعة كنت أتمنى أنها ما تكونش فيهم لكنها موجودة عدم الصبر رقم تمانية روح ما تقبلش التعليم ورقم تسعة رفاء للنفس رفاء للنفس إزاي بقالينا النصر علي؟ عايز أقولكو حاجتين قبل ما أتعمق في الوعزة حاجتين للعلاج ودي مش تجارب علاجية أنا مش دكتور وكشفت عليك وهديك وصفة حاجتين أنا تعلمتهم من خبرتي الشخصية ومتوافق عليهم من الكاف ألف كلمة الله عشان بس لو ما فهمتهاش أهال وصفة عيش الاعتماد الكامل على الله كل يوم في كل مجالات حياتك العامة والخاصة وثانيا حط نهاية لمخاوفك حط نهاية لكل فشلك حط نهاية لإحساسك بعدم الأمان حددهم اعترف بيهم وكل يوم اطلب النصر عليهم